السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نرقم فارس في حلقة جديدة وموضوع جديد من سلسلة مواقع أتصفحها بشكل يومي أو شبه يومي لمراجعة الحلقة الماضية تستطيع أن تدخل إلى أول رابط في وصف هذا الفيديو سوف تجد إن شاء الله المواقع التي تكلمنا عنها في السابق بالإضافة إلى روابط المواقع التي أتكلم عنها في حلقة اليوم حلقة اليوم من دون إطارة وهي أفضل المواقع التي أتصفحها من أجل الحصول على خطوط مجانية صالحة للاستخدام التجاري لا تذهبوا بعيدا فاصل قصير ثم نعود إليكم صحيح أنه سبق وشاركت معكم أفضل المواقع للحصول على خطوط مجانية أكثر من 15 موقع إن لم تخلني الذاكرة ولكن في حلقة اليوم سوف أعيد أشير إلى أفضل خمس مواقع أتصفحها بشكل شبه يومي للحصول على الخطوط المجانية الصالحة للاستخدام التجاري وأخبركم لماذا أحب أو ماذا أحب في كل موقع الموقع الأولى الذي أحبه بشدة وأتوجه إليه أول ما أحتاج فونت وهو موقع دفونت بكل بساطة لها المكتب الكبير الذي يحتوي عليها فناذرا ما لا تجد مبتغاك في موقع دفونت بالإضافة إلى أن الموقع سهل عليها التحميل من دون كثرة روابط وما إلى ذلك أيضا يعطيك بريفيورة يعني كل خط تستطيع أن تتحكم فيها الكلمة الذي يستعرض لك بها الخط هذا ما يعجبني كثيرا عندما أريد أن أعمل ديزاين لأي لوغو أو أي شركة مباشرة أكتب الكلمة المفتاحية ليا الشركة حتى يعرض علي الفونت كيف سيأتيني في تلك الكلمة بالضبط لهذا أحب موقع دفونت كثيرا الموقع الثاني في هذه التجميع أو في أرض المواقع التي أتصفحها من أجل الحصول على خطوط مجانية عفوا هو موقع جوجل فونت أكيد أن الموقع يحتوي على تقسيمات رائعة منظم بشكل جيد الموقع احتلافي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولكن ما يعجبني أكثر في الموقع هو توفره على مود الدارك نايت حتى لا تؤدي عينك أثناء التصفح خاصة إذا كنت تعمل في ساعات متأخرة من الليل أو في غرفة مظلمة وبجانبك مثلا شخص آخر لا تريد أن تنير الغرفة وتزعجه وبالتالي لا يؤذي كثيرا عينك بالإضافة إلى توفره على مكتبة رائعة من الخطوط العربية هذا ما يفتقده موقع دفونت والعديد من المواقع الأخرى بحيث قلة ما تجد خطوط باللغة العربية أيضا موقع جوجل فونت يحتوي على أكثر من اللغة وهذا أمر رائع وجيد خاصة وأنك سوف تجد فيها العديد من المبدعين من مختلف أقطار وأنحاء العالم الموقع الثالث في مفضلة من أجل تحميل الخطوط المجانية هو ميل أفونت أعتقد أن كثير من من يشاهدون هذا الفيديو حاليا يعرفون موقع ميل أفونت خاصة وأنه عريق جدا في هذا المجال ويحتوي على مكتبة رائعة من الخطوط أيضا تستطيع أن تعرض الخطوط بالكلمة المفتاحية المستهدفة التي تريدها أنت في تصميمك شبيه جدا بموقع دفونت أيضا هو موقع رائع أتصفحه بشكل يومي من أجل الحصول على خطوط مجانية صالحة للاستخدام التجاري الموقع الثالث في مفضلة للحصول على الخطوط هو موقع فونت سكويرل أيضا موقع رائع تستطيع أن تحصل من خلاله على العديد من الخطوط المميزة والمذهلة أترك لك الحرية في الدخول وتصفح الموقع وإكشاف الفونتات الموجودة فيه نعم إنها رائعة يا صديقي الموقع الخامس في مفضلة للحصول على مجموعة من الخطوط هو فونت باير دوت آي أو هذا الموقع لماذا أحبه لأنه في الغالب عندما تبحث عن خطوط بريميوم أو مدفوعة لا تجدها في موقع فونت أو فونت سكويرل أو ميلة فونت تستطيع أن تجدها في هذا الموقع بكل بساطة ولكن يجب عليك أن تحذر من النقطة فيجب أن تكون حذر عند استعمال ذلك الفونت التي تحصل عليه فأنت لا تملك الرخصة ليس بمجرد أنك قمت بتحميل الفونت هذا معنى أنه يسمح لك باستخدام الفونت لذلك يجب عليك أن تحذر من هذه النقطة فتستطيع مثلا أن تحصل على ذلك الفونت الذي تريده من أجل أن تعمل عليها في مشاريع خاصة بك تريد أن تعمل عليها في مشاريع أوفلاين من المستبعد جدا إن لم نقول من المستحيل أن يتم محاسبتك مثلا إن استخدمت فونت وقمت بتصميم مثلا علامة تجارية لمحل بجانب مقر سكناك خاصة إذا كنت في دول العالم الثالث مثل ما يحدث معي أنا في الجزائر أستطيع أن أصمم أي شيء لأي محل هنا أمامي أستطيع أن أستخدم أي علامة تجارية أستطيع أن أنتهيك حقوق الملكية الفكرية ولا يوجد من يحاسبني لذلك احذر عند استعمال الموقع الخامس يجب عليك أن تقوم باستعماله بحذر حتى لو استخدمت في مشروع وأدتك كوبيا لايت لا تلوم نفسك كان هذا كل شيء في حلقة والموضوع اليوم أتمنى أن لا تبخلوا عليني بالضغط على الزر لايك كومنت أسفل هذا الفيديو اشتراك ومشاركة المقطع مع الأصدقاء إذا أحسست أنه يمكن أن يقدم إفادة أو معلومة إضافية لأحد أصدقائك المهتمين بالمجال واشترك في القناة الإحصائية تخبرني أن 80% من من يشاهدون قناتي غير مشتركين في قناتي أضغط على زر الاشتراك الأحمر كسرها Peace ترجمة نانسي قنقر